السلام عليكم لا أمير أميرها ولا نعمة لجيش ذاك الجيء قد تتساءل ما علاقة القسطنطينية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالشخص الذي سوف نتحدث عنه اليوم وأقول لك تابع الفيديو حتى النهاية لتعرف وأيضا وأنت تتابع هذا الفيديو لا تنسى لايك وكذلك سبسكرايب للقناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهدوني فيها هيا لنرى كم من شخص سوف يدعم المحتوى الهادف لنتوكل على الله إنه السلطان الغازي محمد الثاني الفاتح أو كما يسمونه باللغة التركية فاتح السلطان محمد آنيكي هو سابع صلاطنة الدولة العثمانية وهو ابن مراد بن محمد العثماني ولد عام 835 هجرية الموافق لعام 1432 ميلادية أتم حفظ القرآن في سن مبكرة وقرأ الحديث وتعلم الفقه وأيضا درس الرياضيات والفلك وأمور الحرب وإلى جانب كل هذا تعلم اللغة العربية والفارسية واللاتينية واليونانية لقد كان موسوع في كل شيء ويقال بأنه في صغاره كان مشاكسا ويرفض الإنسياع لأوامر معلميه لذلك اختار له والده أبرز وأعظم العلماء في ذلك الوقت ليحفظ القرآن على يده ويعلمه أصوله وهو العالم أحمد بن إسماعيل الكوراني وهو من أحد العلماء العثمانيين فجعله معلما على ابنه وأعطاه بيده قضيبا ليضربه إذا خالف أمره فدخل المولى الكوراني على محمد الفاتح والقضيب بيده وقال له أتيت لأعلمك وأضربك إذا خالفت أوامري فضحك الفاتح من هذا الكلام فضربه المولى الكوراني في ذلك المجلس ضربا شديدا حتى خاف منه الفتاة فختم القرآن وهو ما زال في سن الثمانية السنوات ففرح بذلك السلطان مراد وأنعم على المولى الكوراني بمال وهدايا عديدة إنه زمن العظماء عندما كان للمعلم قيمة حتى ابن السلطان كان يضرب إذا خالف أمر معلمه وليس مثل زماننا المتعلم هو الذي يضرب المعلم على أي حال عندما كان عمر محمد الفاتح 11 عاما عينه أبوه أميرا وحاكما على منطقة مانيسا هذا ليتدرب على شؤون الدولة والتدبير أمورها وكل هذا تحت إشراف مجموعة من كبار العلماء في عصره مثل محمد شمس الدين والمولى الكوراني هذان العلماء العثمانيين كان لهم أثر كبير في تكوين شخصية محمد الفاتح وبناء اتجاهاته الفكرية والثقافية بناءا إسلاميا صحيحا كما كان محمد الفاتح يشارك أبيه السلطان مراد في حروبه وفتحاته الشيء الذي جعله خبيرا بالقتال وفنون الحرب كما كان له نظرة ثاقبة في التخطيط الاستراتيجي للمعارك التي يخوضها الجيش العثماني الإسلامي فجمع بين القوة والعدل وهما صفتين لا يجمعان إلا في أهل الحق بحيث لم تبعده السلطة والقوة أبدا عن الحكمة والعدل والحكم بالحق بين الناس جلس محمد الفاتح على عرش الدولة العثمانية مرتين الأولى بعد وفاة شقيقه الأكبر على الدين فأخوه كان قد استلم الحكم ووالده ما زال على قيد الحياة لأن الأخير كان قد اعتزل الحكم والحياة السياسية بعد أن هزم على يد تحالف صليبي فانقطع للعبادة وترك شؤون الحكم لابنه على الدين وعندما توفي على الدين استلم محمد الفاتح الحكم رغم أنه كان مزال صغير السن بحيث في تلك الفترة كان لا يزال قصرا وهذا يعني أن له خبرة أقل في شؤون الحكم وعندما علم الصليبيين بهذا وأن حاكم الدولة العثمانية مزال صبيا فسخوا الهدنة التي أبراموها مع والده وجهزوا جيشا لمحاربة الدولة العثمانية وهذا الشيء أجبر السلطان مراد على الخروج من عزلته والعودة إلى الحكم لإنقاذ الدولة من الأخطار المحدقة بها فقاد جيشا عظيما والتقى بعساكرة الصليبيين عند مدينة وارنا وهي بالغرية حاليا فخاض معركة سميت معركة وارنا أو وارنا وهي معركة انتصر فيها العثمانيين انتصارا كبيرا على الصليبيين بعدها توفي السلطان مراد وتولى محمد الثاني الحكم بعده للمرة ثانية فأخذ السلطان محمد الثاني بعد وفاة والي دحية السعد ليتمم فتح ما بقي من بلدان البلقان ومدينة القسطنطينية التي كانت هي عاصمة الإمبراطورية الرومانية وهذا حتى تكون جميع أملاكه متصلة لا يتخللها عدو مهاجم أو صديق منافق وقبل فتح القسطنطينية بذل جهودا عظيمة في تقوية الجيش العثماني حتى وصل إلى قرابة ربع مليون جندي وهذا عدد كبير جدا مقارنة بجنود الدول في تلك الفترة كما عنى عناية خاصة بتدريب ذاك الكم الهائل من الجنود على فنون القتال المختلفة وبمختلف أنواع الأسلحة التي تؤهلهم إلى الفتح الكبير المنتظر وهو فتح القسطنطينية بالإضافة إلى أن السلطان محمد الثاني هيأ الجنود معنويا أيضا وغرص روح الجهاد فيهم وذكرهم بثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش الذي سيفتح القسطنطينية وعسى أن يكونهم الجيش المقصود بذلك وهذا الكلام منحهم قوة معنوية وشجاعة لا توصف ونحن نعلم أن تغذية الجانب المعنوي عند الجنود تؤهلك 50% لكسب الحرب وأيضا اعتنا السلطان عناية خاصة بجمع الأسلحة ومن أهمها المدافع التي أخذت اهتماما خاصا عنده حيث أحضر مهندسا يدعى أربان والذي كان ماهرا في صناعة المدافع فأحسن استقباله ووفر له جميع الإمكانيات المادية والبشرية فتمكن المهندس من تصميم وتصنيع العديد من المدافع الضخمة وكان على رأسها المدفع السلطاني المشهور الذي ذكر أن وزنه وصل إلى مئات الأطنان كما حرس محمد الفاتح قبل هجومه على القسطنطينية على عقد معاهدات هدنة مع أعدائه المختلفين ليتفرخ إلى عدو واحد فجمع بعدها السلطان محمد جنوده والذين كانوا قرابة المائتين وخمسون ألف جندي فخطب فيهم خطبة قوية تحثهم على الجهاد في سبيل الله وطلب النصر والشهادة وقرأ عليهم بعض الآيات القرآنية التي تحثهم على ذلك كما ذكر لهم الأحاديث النبوية التي تبشر بفتح القسطنطينية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الجيش الفاتح لها وأميره فبدأ السلطان بمحاصرة المدينة بجنوده برا وبأسطوله البحري من ناحية البحر وأثناء الحصار اكتشف قبر أبي أيوب الأنصاري الذي استشهد حين حاصر القسطنطينية سنة 52 هجرية في خلافة معاوية بن أبي سفيان الأموي فعند محاصرة المدينة أرسل السلطان محمد إلى الإمبراطور قسطنطين وهو إمبراطور البيزنطيين آنذاك رسالة دعاه فيها إلى تسليم المدينة دون إراقة الدماء وعرض عليه تأمين خروجه وعائلته وأعوانه إلى حيث يشاءون بأمان كما أعطاه خيار البقاء في المدينة فرد الإمبراطور على الفاتح قائلا أنه أقسم على أن يدافع عن القسطنطينية حتى آخر نفس في حياته فإما أن يحفظ عرشه أو يدفن تحت أصوارها وبالضبط يوم الثلاثاء 29 ماي 1453 ميلادية الموافق لـ 20 جماد الأولى 857 هجرية بدأ الهجوم العام على المدينة فاحتلوا المدينة شيئا فشيئا إلى أن سقطت بين أيديهم بعد 53 يوما من الحصار أما الإمبراطور القسطنطيني فقاتل حتى مات في الدفاع عن وطنه كما وعد ثم دخل السلطان إلى المدينة وأمر جنوده بعدم نهب أي شيء ومنح كل اعتذاء ثم توجه إلى الكنيسة التي اجتمع فيها خلق كبير من الناس الذين كانوا يكلون صلواتهم وأدعيتهم وعندما اقترب السلطان إلى الكنيسة خاف المسيحيون خوفا شديدا على حياتهم ولكن السلطان محمد الفاتح طلب بتهدئة الناس وعودتهم إلى بيوتهم فاطمأن المسيحيين عندما رأوا تسامح السلطان وعفوه كما أعلن البعض إسلامهم فأعلن السلطان محمد بأن يؤذن في الكنيسة للصلاة إعلانا بجعلها مسجدا كما أعطى للنصارى حرية إقامة شعائر الدينية ولكن في نفس الوقت فرض الجيزية على الجميع فمنح نصف الكنائس الموجودة في المدينة إلى المسيحيين والنصف الآخر جعله مساجدا للمسلمين وعندما تم فتح القسطنطينية نقل السلطان محمد الفاتح مركز العاصمة إليها وسميت باسم إسلامبول والتي تعني تحت حكم الإسلام أو مدينة الإسلام وبعد الانتهاء من فتح القسطنطينية أخذ السلطان محمد لقبين اللقب الأول الفاتح لأنه فتح القسطنطينية واللقب الثاني هو قيصر الروم والسبب الذي جعله يتخذ هذا اللقب هو أن القسطنطينية كانت هي عاصمة الإمبراطورية الرومانية وكونه هو السلطان المدينة آنذاك فمن حقه أن يأخذ هذا اللقب وبعد القسطنطينية ضم محمد الفاتح العديد من المناطق الأخرى إلى دولته ومنهم بلاد السرب والبوسنى ودولة الأفلاق والأفلاق هي منطقة تقع في رومانيا حاليا وهذا بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى كما أن عدد كبير من سكان هذه المناطق أعلنوا إسلامهم وتأييدهم للسلطان محمد الفاتح لأنه كان رحيما عليهم أكثر من ملوكهم كما فرض الجزية على ملوك وأمراء المناطق الأخرى التي لم يقم باحتلالها السلطان محمد الفاتح كان مغرما ببناء المساجد والمعاهد والقصور والمستشفيات والأسواق والحدائق العامة وغيرها من المباني التي تعطي رونقا وبهاءا للمدن العثمانية وما زالت بعض هذه المباني موجودة إلى الآن في المناطق التي كانت تابعة للدولة العثمانية وكذلك قام بإدخال المياه إلى المدن العثمانية بواسطة قناطر خاصة قبل وفاة السلطان محمد الفاتح كان يقود حملة لم تحدد وجهتها ولكن المؤرخون يخمنون بأنها كانت إلى إيطاليا فيقال بأن أهل البندقية عرضوا على طبيب السلطان بأن يقوم باغتياله والذي بدأ بدوره يدس السم تدريجيا للسلطان إلى أن توفي السلطان محمد الفاتح عام 1481 ميلادية الموافق لـ 886 هجرية عن عمر 49 عاما فانفضح أمر الطبيب بعد ذلك فأعدمه جنود السلطان وصل بعد ذلك خبر وفاة السلطان إلى البندقية في رسالة كتب فيها لقد مات النسر الكبير فانتشر خبر وفاة السلطان في كل أوروبا وبأمر من البابا ظلت الكنائس في أوروبا تدق أجراسها لمدة ثلاثة أيام فرحين بخبر وفاة السلطان محمد الفاتح الذي قهرهم بفتحاته وبنشره للدين الإسلامي في كل أرجاء أوروبا الشرقية وإلى هنا أحبائي نصل إلى النهاية لقد حاولت ما أمكن أن أقلص الفيديو لكي لا يكون طويلا ومملا أما إذا أردنا أن نتحدث عن محمد الفاتح بالتفصيل ونذكر إنجازاته وفتحاته فسوف يتطلب مننا الأمر الساعات طويلة ولربما لن ننتهي على أي حال إذا أعجبكم الفيديو والمحتوى الذي أقدم فلا تنسوا لايك وأيضا سبسكرايب للقناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة